اهلا برج الثور حبائبي. راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من بداية الشهر الى اخر الشهر. القراءة مثل دائما راح تكون للبرش الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس. القراءة ايضا عامة يعني مش راح تنطبق على الجميع ولكن فيه راح يكون بالفيديو الى اه اشارة او رسالة او اشي ممكن تنربط فيه او تحس انه يشابه طاقتك. فانت اخذ فقط الايجابي من القراءة وترك السلبي. اوكي راح نبلش اول بكروت النصيحة ونشوف شو في عندك بكروت النصيحة. في عندك شخص بحياتك حاليا ازا انت مش متأكد بشأن هالشخص او متردد بيحكي لك هالحب في عندك حب جديد راح يفوت بحياتك بالنسبة للناس اللي هي اه مونفصلة حاليا او مش عم تحكي مع احدا او حتى عازفة حاليا. شخص اللي انت عم تتعامل معه بده منك اه نوع من الرومانسي او بده انت تبين له مشاعرك اكتر. اه مبين انه انت فيه عندك مشاعر كبيرة تجاه هالشخص ولكن مش عم تحكي فيها ومش عم تبين له لهالشخص. فلافضل انك تفتح قلبك لهالشخص ويعني وتسمح للحب انه يعني يكبر بينك وبين هالشخص. لانه عم يشوف انه انت استنيت لفرصة متل هيك كتير. يعني انت صار لك فترة طويلة عم تستنى الى شخص يفوت بحياتك او تواصل مع شخص اه ممكن تكون معه اسرة ممكن تستقر معه ممكن تكون معه وعم شوف انه في حدا بحياتك شخص جديد او حتى اكس ممكن يعود فيه شخص بحياتك حاليا ام شوفه اه بيعتبرك او انت حتى بتعتبره ايضا الوضع ممكن يكون بينكم شوي البعض منكم ممكن يكون شوي صعب او ام انت بدك نوع من المساعدة وصعب عليك انك تطلبها اه من هالشخص. حاليا عم اتواجه شوي ممكن تحديات بالعلاقة. ولكن اتاكد انه فقط هو يعني الوقت اه مؤقت الوضع اللي انت عم تمر فيه حاليا. يعني خلي فيه عندك ايضا صبر بالموضوع. هذا كان بالنسبة لكوة النصيحة. بالنسبة لطاقتك انت حاليا عم شوفه عندك بداية جديدة بعلاقة جديدة او مع شخص جديد ولكن بداية عاطفية جديدة فيها الكثير من من الشغف او من المشاعر الى انه التواصل عم يسبب لك عرق وتوتر وتفكير زائد بالموضوع. ممكن قوة المشاعر بينك وبينها الشخص او بسبب انه التواصل عميق بينك وبينها الشخص يحسسك بالخوف شوي او يحسسك بالتردد شوي. ممكن انت عم تفكر بالشخص للبعض منكم اللي مش عم تحكي مع الحبيب عم شوفك عم تفكر بالحبيب وبالتواصل اللي كان بينكم كتير. ممكن ايضا عم تتعامل مع برج السرطان اما عم تتعامل مع برج مائية بساف برج السرطان في عندك كتير كروت مائية. ايضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه هوائي او برج هوائي. حبيبك حاليا عم يفكر فيه تغيرات عم يمر فيها ولكن عم يفكر بالماضي اللي كان بينكم او بالذكريات الختيمة اللي كانت بينكم. ايضا ممكن يكون فيه فرق بينك وبينها الشخص بالسن يعني اذا انت رجل ممكن تكون الامرأة هي الاكبر سنا بالعلاقة. ايضا ايضا الشخص اللي عم تتعامل معه عم يمر حاليا بتغيرات ومركز كتير عم شوفه على وضعه المادي او عم يشتغل بالاصحة عم يشتغل على حاله كتير. بس فيه بينكم عم شوف تقدم وفيه بينكم حركة. ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه بسبب صعوبة العلاقة بينكم وايضا فرق السن بينكم ممكن يكون توأم شعل اللي عم تتعامل معه. لانه عندك بدايات جديدة بالعاطفة ولكن البدايات عم تسبب لك نوع من الخوف. وهالطاقة عادة بتصير مع الاشخاص اللي عم يكونوا عم يتعاملوا مع توأم شعله. لانه التواصل او البوندينج بيكون كتير قوي لدرجة انه بيخوف الطرف الاخر. فبيصير فيه عندك شخص بيركد وشخص بيلحق او شخص يعني شخص دائما بيكون عم يحاول يبعد عن هالشخص برغم قوة المشاعر اللي عم يحسها للشخص الاخر. وفيه شخص دائما بيحاول هو يركض ورا الشخص الاخر بعد انت يعني بتتغير الامور. عندك the wheel of fortune. فالشخص اللي هو حاليا عم يكون هو الرنر او عم يكون هو اللي عم يبعد عن التواصل هو اللي بالمستقبل رح يكون يحاول يرجع التواصل. لانه عم شوف انه حبيبك بالماضي ممكن يكون هو وحاليا ممكن يكون هو اللي عم يحاول يصلح معك العلاقة او يرجع معك العلاقة بس انت كتير متوتر وكتير وكتير خايف من هالعلاقة. عم شوفك ايضا اه يعني بالمستقبل طاقتكم بالمستقبل اه فيه فيه حطرف منكم رح يرفض عرض الحب او رح يكون مش كتير متفائل بعرض الحب. بالمستقبل الصراحة الامور بينكم رح تكون فيها طلوع ونزول كتير او رح تكون كتير متغيرة. مشان هيك بدك متل ما كرة النصيحة حكت لك بدك تكون بيشنت او تكون صبور مع الوضع. ايضا اذا انت عم تحس بمشاعر تجاه هالشخص ما تحاول انك تخبيها او تظل تفكر فيها لوحدك لحالك لانه هالشخص ممكن هو بده اشارة او بده رمز او بده كلمة لحتى يعرف انه مشاعر بينكم يعني متبادل. لانه هالشخص بيشوف حاليا انه هو الوحيد اللي عم بيفكر بالموضوع. لانه انت عم تبعده عنك. بالمستقبل يا برج الثور عم شوفك رح تكون كتوم اكتر عم تحاول تتبع او رح تحاول تتبع اخبار هالشخص وشوي الجديد بحياته عم شوفك عم حاول تجمع معلومات عن هالشخص. لانه هالكتين مع بعض يعني انت عم تحاول تكتشف اسرار عن هالشخص. او يعني بدون ما بيعرف. ممكن ايضا تكون عم تحكي مع هالشخص. مش بشخصيتك انت. او يعني ممكن تكون اختلقت شخص شخصية وهمية او حتى اكاونت وهمية حتى تحكي مع هالشخص. لانه عم شوف هون طاقة تلعوبية او طاقة سنيكي. ومع هالطاقة فانت عم تحاول تجمع معلومات عن هالشخص بطريقة غير مباشرة. وبالنسبة لحبيبك بالمستقبل عم شوف انه هو عنده بالفعل مشاعر عميقة تجاهك. او مشان هيك بحكي لك هو شخص في عنده ماء او مي كتير بالخارطة الفلكية تبعته. شخص هو كتير ايموشنال شخص كتير متقلب. المزعج. مرة بيكون مبسوط مرة بيكون مش مبسوط. بس حبيبك بيشوف بالمستقبل انه وصل الى يعني طريق مسدود بها العلاقة. لانه ما في منك اي اي ردة فعل او ما في منك اي مبادرة او حتى تورجي انه بالفعل انت عم تحس متل ما هو عم بيحس. فعم شوف انه هالشخص بالمستقبل قريبا هو اللي رح يكون الرنر هو اللي رح يبعد عن العلاقة. وانت احتمال اللي رح ممكن تحكي مع هالشخص. او يكون في بينكم انت اللي تحاول يعني لانه في اختلاف يعني في تغير رح يصير. بمعنى انه الادوار رح تنقلب او رح تتغير. يعني انت رح تحس ورح تتصرف متل ما هو في المستقبل انت رح تحس وتتصرف متل ما هو عم يتصرف معك حاليا او عم يحس حاليا. طب بدنا نشوف هالشخص يعني بالمستقبل لانه هو مبتعد عم شوفه او رح يبعد عن التواصل. بس ليش هو بدنا نتأكد ليش هو بده يبعد. لانه مبين انه في داد انت بس بدنا نتأكد اكتر. فعم شوف هالشخص رح ياخد قرار صارم بما يخص مشاعره. لانه هو عم يبحث عن الحب. يعني هو عم يبحث على الرضا النفسي. وعم يشوف انه هو مش قادر يلاقي الرضا النفسي بالعلاقة هاي معك. لانه كل ما عم يحاول يقرب منك هالشخص انت عم تبعده عنك. فمثله كأنه يقس من الموضوع وعم يحس انه صعب يوفق بين اللي بيحسوا وبين اللي عم بيصير حاليا. طيب فيه هون عندك بالمستقبل تعتكم ايضا فيه شخص رح يكون رافض عرض هالحب. ولكن فيه عندك تغيرات رح تصير هون. فبند نشوف لانه ايضا عندك the tower card. فاحتمال التغيرات اللي عم تصير حاليا او الاشخاص اللي منفصلين حاليا. انتوا بحاجة انه تمروا بها المرحلة. بالذات اذا توأم شعلة عادة. لانه بس تتحدوا هدفكم بيكون اكبر من انه فقط تكونوا مع بعض. يعني sole purpose او الهدف تبعكم في الحياة بيكون اكبر بكتير من انه فقط انكم تكونوا مع بعض. فمرات التوقع مشعلة بيحتاج انه يمر بهال مرحلة. او بانه تنهد اساسات العلاقة بينك وبين الشخص. من اجل انه تنبني على مبدأ صحيح اكتر او افضل اكتر. طب انه نشوف التغيرات بالمستقبل رح تكون متخص شو. فيه اعتراف رح اقدم. فيه حديث رح يكون فيه كتير من الصراحة. يعني عم شوف فيه ايضا اعتراف ممكن يكون بالمشاعر او بالحب. ولكن الشي رح يكون كتير صادق. ممكن انت وهالشخص المشاعر بينكم مش عم تحكوا فيها. لانه عندك The High Priestess فاللي عم بتحس فيه مش عم تحكي فيه انتا. فهالشخص عم شوفه او تعقدكم بالمستقبل عم شوف انه مع انه عندك كرت عدة اختيارات. فبالمستقبل ممكن يكون تمروا بمرحلة انه يكون في بينكم عدة اختيارات. او الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده عدة عروض حب. وانت ايضا يكون في عندك عدة عروض حب. الى انه الاختيار بالاخير رح يكون يعني اذا انت مثلا للي عندك العروض الحب. القرارك بالاخير رح يكون انه تكون صريح مع حالك. او انك تعترف لهالشخص او هو يعترف للك. لانه ممكن تكون عكسية القراءة. ولكن عم شوف فيه حكي فيه نوع من الصراحة بينكم كتير. بالمستقبل يعني. بجوز انت رح تحكي مع هالشخص عن مخافك او عن الاشياء اللي بتحس فيها. وهو ايضا رح يعبر لك عن مدى اشتياقه او تفكيره للماضي اللي صار بينكم. طيب بدنا نتأكد بس لانه مبين انه بالاغلبية فيه بينكم رح يصير تواصل او فيه رح يصير حكي. ممكن مش رجوع ولكن فيه رح يصير بينكم نوع من الحكي والنقاش. بدنا نتأكد بس برج الثور انت بالمستقبل هل ناوي فعلا انه انه ممكن تكون انت اللي رافض عرض الحب هون. فهل انت ناوي انه ترجع لهالشخص او حتى تتقبل منه الحكي اللي بده يحكيه معك. طب فيه عندي ملكتين هون يعني همشوفك متخذ ملقف كتير صارم تجاه الشخص. يعني انت وهو رح يصير فيه بينكم حديثك كتير صريح. ولكن عمشوف انه تواصل بينكم رح يعني رح يطلع الى استنتاج بالاخر. لانه انت عم تبحث عن اشي جدي امشوفك وهو ايضا عم يبحث عن اشي جدي. فرح يصير فيه صراحة بالموضوع بحيث انه عمشوف انه انت وهو مش عم تبحثوا عن علاقة كاجول او علاقة يعني علاقة غير جدية. وتقريبا هاي رح يكون موضوع النقاش بينكم في المستقبل. اوكي حبابي برج الظهور. وتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتها. اذا حبيت القراءة لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. ان شاء الله رح جوفكم في فيديو.